موسيقى الفاتيكان الدولة التي لا تتعدى مساحتها كيلومترا مربعا واحدا الواقعة في قلب العاصمة الإيطالية روما والتي يديرها الإكليروس ويرأسها الحبر الأعظم انضمت إلى 135 دولة تعترف بفلسطين دولة موسيقى فرحة الفلسطينيين كانت مزدوجة راهبتان من الأراضي المحتلة أعلنهما البابا فرانسيس قديستين على مذبح الرب والبلاد التي لا حدود لها والتي أنهكها الاحتلال الإسرائيلي اعترف بها الكرسي الرسولي دولة رسميا فكيف تقرأ الكنيسة الكاثوليكية هذه الخطوة الآن نحن لا نتكلم بعد مع مجموعة بشر نحن نتكلم مع دولة اسمها دولة فلسطين وهذا يعني أن الكرسي الرسولي أعطى أهمية خاصة للقضية الفلسطينية طبعا هذا سيشجع الدول الأوروبية والغربي أن تعترف بفلسطين كدولة 16 عاما أمضاه المترانبولو الصياح رئيسا لأساقفة حيفا والأراضي المقدسة اليوم وبعد هذا الأعلان يصر صياح على أن العلاقة بين الطرفين قديمة العهد تعود إلى عام 48 تاريخ النكبة حين حصلت النكبة الفاتيكان كان حاضرا وأرسل بعثة بابوية إلى فلسطين للمساعدة في الأمور الحياتية تألف لجنة مشتركة بسنة الألفين توصلوا إلى ما سموه اتفاق أساسي بالألفين وتسعة الفاتيكان قبل بحل الدولتين بالألفين وعشرة طالب بإنهاء الاحتلال وبالألفين واثنعش عندما أعلنت الأمم المتحدة فلسطين كدولة مراقبة بالأمم المتحدة الكرسي الرسولي حبز هذا القرار وأيدوا الاتفاقية الجديدة مع السلطة الفلسطينية وتحويل العلاقات الدبلوماسية بمجيبها من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين خطوة أغضبت الكيان الصهيوني الذي تجمعه بالفاتيكان علاقات دبلوماسية جيدة جدا منذ عام 93 مع إسرائيل تم الاتفاق على الشيء اللي يسميه فوندمانت الأجريمت يعني الاتفاق الأساسي إنما الاتفاق النهائي لم ينجز بعد أنا شاركت بصفتي كنت أسقف بالأرض المؤدسة بهذه المحادثات المسار التفاوضي مع الفلسطيني أهوان كتير وأسرع من المسار التفاوضي مع إسرائيل لا شك في أن اعتراف الفاتيكان بفلسطين دولة خطوة من شأنها أن تشعر الفلسطيني المسيحي الذي تقلص وجوده في الأراضي المحتلة إلى واحد ونصف في المئة بأنه مدعوم وغير منسي علما أن الكرسي الرسولي يحرص على أن ينظر بعين واحدة إلى المسيحيين والمسلمين في دولة فلسطين دانين دعبوس قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر